من حق كل الجزائريين أن يترشحوا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل نيسان عام 2019 ومن المهم أن تكون هناك تعددية في البرامج السياسية بحسب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة فمن الضروري طبعا أن تشهد الساحة السياسية صراعا في البرامج السياسية بحسب بوتفليقة لكن هذا هو شرط بوتفليقة شرط جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع هذه طبعا نهاية المقتطف من رسالة الرئيس الجزائري بمناسبة عيد النصر بوتفليقة كما تعرفون لم يخاطب شعبه مباشرة وتوارى منذ عام 2013 بسبب جلطة دماغية وعدم القدرة على الحركة في الحقيقة لا يوجد أي ذكر لهذا الشرط بهذا المعنى في الدستور الجزائري المعدل في عام 2016 هناك السن والجنسية والحقوق السياسية والمدنية إلى آخره من الشروط الإدارية لكن تصريح الرئيس الجزائري فهم على نطاق واسع داخل الجزائر على أنه رسالة موجهة للأحزاب التي تعارض بوتفليقة أو شخصيات يحركها طموح شخصي أو حزبي هذه صورة لهذه الأحزاب خلال مهرجان مقاطعة الانتخابات الرئاسية في عام 2014 أي العهدة الرابعة لبوتفليقة كما تعرف جزائريا لكن أيضا هذا الرجل علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الذي شارك في الانتخابات الرئاسية قيل إنه أكبر منافس لبوتفليقة لكنه فشل في تلك الانتخابات التي عدت مزورة على نطاق واسع طبعا كانت الانتخابات السابقة أو كما يسميها الجزائريون العهدة الرابعة مثار جدل واسع بسبب مرض بوتفليقة وإمكانية ترشحه لعهدة خامسة باتت تؤرق هذه الأحزاب فهل يقصد الرئيس قطع الطريق على هذه الأحزاب بتصريحه طبعا هناك مبادرات تطرحها المعارضة مثلا علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات يقول الدعوة إلى حوار شامل وغير إقصائي إلى طاولة واحدة يجب على جميع المعارضة والسلطة جلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد يقول يجب علينا كأحزاب معارضة أن نذهب للانتخابات مرشح توافقي وحيد لمنافسة مرشح السلطة ولويزا حنون رئيسة حزب العمال تقول يجب انتخاب مجلس تأسيسي وطني لإنقاذ البلاد تشارك فيه كل الأحزاب دون إقصاء لكن مشاهدين دعونا نذهب إلى تعليقات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي على ما قاله الرئيس بوتفليقة خير مطاعي مثلا تقول بعد فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا للمرة الرابعة توقعوا مقارنات بين عهدات بوتين وصاحب الجلالة من نواب الأف الأن في قادم الأيام هناك تغريدة أخرى لسليم يقول لا حدث عندما يقتنع فخامته بمبدأ التوداول على السلطة عندها يصبح السعي إلى الحكم مجديا ومطفيا إلى تغيير حقيقي نحو الأفضل ولكن من يسمي نفسه كمال قال في تغريدة له صورة باب قصر الرئاسة بعد إعلان بوتفليقة إنه يحق للجميع السعي الوصول إلى الحكم دعونا نرى هذه الصورة التي أرفقها تظهر جمهور من الجزائريين وبعضهم بالزي العسكري طبعا متهكما على هذا التصريح وهم موجودين أمام القصر الرئاسي بوتفليقة الذي يحكم منذ تسعة عشر سنة لم يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة لكن كثيرا من الجزائريين يعتقدون أن ارتفاع الأصوات من الآن تنادي بالعهد الخامسة يعني أن ذلك سيكون أمرا واقعا أحمد أويحيا رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة قال لن يترشح ضد بوتفليقة وربما يكون بانتظار أن يحسم الرئيس موقفه حتى يحسم هو موقفه الأخضر الإبراهيمي السياسي الدبلوماسي الجزائري المخضرم يقول وقد فند بشكل قاطع التقارير التي تحدثت قبل أسابيع عن نيته الترشح للانتخابات المعارضة لم تقدم لحد الآن مرشحيها لكن عدد من الشخصيات قدمت اسم هذا المحامي المعروف مصطفى بوشاشي ليكون الأقدر على التغيير بحسب المبادرة بوشاشي استقال حزبه جبهة القوى الاشتراكية من البرلمان أيضا بسبب غياب الديمقراطية بحسب تصريحاته معنا عبر خدمة سكايب من قسطنطينة الجزائر الصحفي عمر الشابي مرحبا بك سيد عمر هل بالفعل هناك رسائل مبطنة يوجهها الرئيس متفليقة إلى الجمهور الجزائري بأنه يحق لشخص آخر أن يحكم البلاد بالطبع نعم هي كل الممارسات السياسية في الجزائر تتم عبر الرسائل المبطنة والصريحة أيضا الرسالة الصريحة هي أن يحق لكل الجزائريين أو لكل الأطياف السياسية في الجزائر أن تترشح لمنصب الرئاسة هذا أمر مفروق منه بحكم الدستور وبحكم القوانين التعددية السياسية في الجزائر ولكن إذا ما ترشح بو تفليقة لمرة الخامسة وهذا الأمر بحسب الكثيرين متوقع هل هناك أي فرصة للمعارضة الجزائرية إذن؟ لا الفرصة للمعارضة الجزائرية ضائلة جدا يعني برأيي بحكم أنه حتى صوات كثيرة أو فاعلين سياسيين كثيرين كانوا يرون في العهدى الرابعة شيء من غير المعقول ولكنها نحن نرى أن العهدى الرابعة انتهت والحديث عنه عدى خامسة وبالتالي فكما قلت من حق كل الجزائريين أن يترشح ولكن هل هناك ممكن أن يكون اتفاق مثلا بين المعارضة على مرشح توافقك يقطع الطريق مثلا على من يقول بأن المعارضة مفككة وغير قادرة على القدوم بشخص واحد للتوجه نحو الحكم هذا الأمر لا أعتقد أنه يحدث بهذه الصفة بل لأن مجموعة الرئاسة فريق المساندة لرئيس الجمهورية الحالية الرئيس بوتفليقة يدفعون إلى العهدى الخامسة ربما كتكتيك أولي في البداية قبل أن تتضح الأمور لأنه ما زال حوالي 13 شهرا على موعد الانتخابات أو 12 شهرا على موعد الانتخابات الرئاسية وبالتالي يدفعون إلى العهدى الخامسة حتى يسهل عليهم في ما تبقى من الزمن أن يقدموا مرشحهم الذي قد يحظى بالإجماع وبالتالي إذا لم يكن بوتفليقة ذاته قد ترشع على العهدى الخامسة فمرشح مجموعته أو مرشح مجموعة المساندة له هو الذي سيفوز بها أعتقد أيضا هنا أن المعارضة ستكون مشتتة كما هي العادة ونحن نلاحظ تدارك في المواقف أمر الشابي شكرا جزيلا لك شكرا مارك لوفي